أول سؤال وصلنا سؤال من سؤال بيقول هل يجوز الصلاة بسورتين بس هم هم اليوم كله يعني هو قاصد ان هو يصلي مع سورة الفتحة بسورة تانية ويستمر عليها اليوم كله فيبقى طول اليوم بيصلي بنفس السورتين اللي هي سورة الفتحة والسورة تانية نعم هل ده جائز وورد في الصحيح ان الصحابة شكل للرسول اللي صلى الله عليه وسلم ان الامام الذي يصلي بيهم دائما يصلي بهم بسورة الاخلاص فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له مسألوه وليه بيصر على انه يصلي بسورة الاخلاص اللي هي قلوه والله احد فقال صفة الرحمن يعني هو بيصلي وبيقول انه بيستمر في قراءة سورة سورة الاخلاص في كل ركعة ثانية من ركعات الصلاة ليه بيصلي مع سورة الفتحة بسورة الاخلاص دائما باعتبار السورة التي تقرأ مع سورة الفتحة قال لانها صفة الرحمن فحضرت النبي اللي هم قلوله اخبروه بان الله يحبه لانه احب صفة من صفات الرحمن سبحانه وتعالى يبا اذا هل يجوز صلاة بسورتين بس هم هم طول اليوم اه يجوز ان الواحد يصلي صلاة بسورتين طول اليوم وصلاة تكون صحيحة بس لازم تكون السورة الاولى هي سورة الفتحة يقرأ مع سورة الفاتحة سورة واستمر عليها طول اليوم يجوز الصلاة تكون صحيحة وليس فيها أي معنى من معاني البطلان بالعكس ده ممكن يكون لو هو زي الصحابي اللي كان ده ده يكون باب من أبواب محبة الله سبحانه وتعالى